طبعا زي ما انتم شايفين الباربانك اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة شكله ميتبهدل شوية شكله ان هو مستخدم بقاله فترة كبيرة وده لسبب ان انا حبيت ان انا لكم تجربتي الفعلية لباربانك ده بعد ما استخدمته بشكل شخصي لفترة كبيرة وهو باربانك من شركة هنشوف الفيديو ده اهم المميزات اللي موجودة في الباربانك اللي معانا النهاردة. تابعوا معانا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم خالد صلاح الباربانك اللي معانا النهاردة من الرجايزر عايز اقول لكم ان الموديل اللي موجود معانا النهاردة هو كيو اي الفين سبعة بي كيو حاول تركز كويس جدا في الموديل دوت لان في اكتب موديل بيتشابههم مع بعض في حاجات كتير جدا. الموديل اللي احنا نتكلم عنه النهاردة بتوفر فيه خاصية لوكالكم سري والباور لو جينا بصينا كده على باوربانك ده فعايز اقول لكم ان هو بيجي بحجم عشرين الف ميلا امبال وبعد استخدامي لي عايز اقول لكم ان هو بيشحنه موبايل بتاعي يعني فعليا بيشحنه ممكن مرتين او مرتين ونص مرتاح جدا. لو جينا بصينا كده على اهم الوصفات بتاعته الحجم بتاعه عشرين الف ميلا امبال الوزن بتاعه حوالي ربعمية وتلاتين جرام وزنه تقيل الى حد ما لو جينا بصينا من الجنب ده فهيزر معنا مفز الشحن اليو اس بي ايه ده بيشحن اوت بحيث ان انت تقدر تشحن موبايل بتاعك منه بسرعة تصل لحد تمنتاشر وط. لو جينا بصينا على مفز التاني اللي هو الطايب سي فده بيتميز ان هو هنا بحيث ان انت تقدر تشحن الباوربانك منه وفي نفس الوقت برضو تقدر تشحن موبايلك منه. بيشتغل اتجاهين ادخال ويخراج بحيث ان انت تستخدمه من الناحيتين. ده برضو بيشحن معاك الموبايل بتاعك بسرعة تمنتاشر وط. الماكس بتاعه دي انا شايفها سرعة مقبولة. لو جينا بصينا من الجنب كده فهيزر معنا الاربع لمبات دول بيبينولك مستوى الشحن في اه الباوربانك ده. هيزر معنا من الجنب هنا زرار الباور. ومن الجنب التاني هنا هيزر معنا منفز الشحن من النوع المايكرو يوسي بي. فهو هنا بيشحن بقوة خمسة فولت اتنين امبير. يعني نقدر نقول بقوة عشرة اقوة. ده كده بالنسبة المداخل ومخارج بتاعته. لو جينا للسعر بتاعه فعايز اقول لك ان سعره هنا حوالي اه سبعمائة وخمسين جنيه مصري. تجربة انه ان هو كان ممتاز جدا. عايز اقول لكم ان الباوربانك ده متوفر فيه خاصية الشحن وارلس. من خلال الباوربانك دي ميزة كويسة جدا. هي بسرعة عشر واط. الى حد ما هي مقبولة وهتقدي الغرض معك. كل ان انت هتعمله هتدوس على زرار الباور هنا. وبعد كده هتجيب الموبايل بتاعك وتحطه على الشاحن كده. يبدأ يشحن معاك. في نفس الوقت برضو بينور معاك هنا باللون الاخضر بيبقى لك ان شحن الوارلس شغال في الموبايل ده. وبكده انت تقدر تشحن ثلاث موبايلات نفس الوقت من خلال الباوربانك ده. واحد عن طريق الشحن وارلس. واحد عن طريق طايب سي. واحد تالت عن طريق آآ منفز الشحن اليو س بي اي من خلال الباوربانك دي انا شايفها حاجة كويسة جدا. سعره مناسب بالنسبة الامكانيات اللي فيه. تجربتي لي بصراحة انا شايف انه ممتاز. زعيب الوحيد. زي ممت شايفين كده طبعا هو خامته هنا من بلاستيك. زي ما احنا قلنا بس النقطة اخيرة انه بيتوفر فيه خاصية من خلال منفز الشحن اليو س بي ايه. الطايب سي ده بيدعم خاصية بحيس ان هو يدرش حلك الموبايل ايفون بتاعك خلال آآ تلاتين دقيقة بيصل الى خمسين في المية من خلال خاصية ودي كده كانت تجربتنا بشكل سريع عن كيو اي الفين سبعة بي كيو. اتمنى تكون الفيديو عجبكم مرة تانية. متنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.